لبيك اللهم لبيك لبيك لاشريك لك لبيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابتلى الله عز وجل سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بمجموعة من الابتلاءات والتكاليف الشرعية فأتمهن وقام بهن على خير وأكمل وجه قال الله تعالى وإذ بتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين ثم جاء الأمر الإلهي إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأن يرفع قواعد البيت الحرام فذهب إلى ابنه إسماعيل عليه السلام وقال له يا إسماعيل إن الله تعالى أمرني بأمر تعينني عليه قال إسماعيل عليه السلام أعينك فقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام إن الله أمرني أن أبنيها هنا بيتا وشرع في تهيئة الأرض وتجهيز الأرض وتنقيتها من الحجارة ويا له من عمل شاق ولكن في سبيل الله تهون المشاق ثم ذهب إسماعيل عليه السلام ليأتي بالحجارة وأخذ إبراهيم عليه السلام الحجارة وبنى بها البيت حتى ارتفع البناء وكان لابد من الإتيال بحجر ليقوم عليه إبراهيم عليه السلام ويزيد في البناء فأتى بحجر وقام عليه فقام إبراهيم على حجر المقام وهو يبني وابنه إسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم أي قدر من الشرف ناله إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام وهل هناك دليل أوضح على إمامة إبراهيم عليه السلام من بيت الله الحرام ومن مقام إبراهيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلا وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل لأن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود واذكر أيها النبي حين جعلنا وصيرنا الكعبة المشرفة مرجعا للناس يأتون إليه من كل مكان فيأتونه ثم يرجعون إلى أهليهم ثم يعودون إليه مرة أخرى تشتاق إليه الأرواح وتحن إليه ولا يقضون منه وطرا أبدا ومجمعا لهم في الحج والعمرة والطواف والصلاة وأمنا لهم من المعتدين وسلاما لهم من الخوف فألقى الله عز وجل مهابة البيت الحرام في قلوب الجميع ومن دخله كان آمنا فللإنسان في البيت الحرام حرمة وللحيوان حرمة وللطير حرمة حتى النبات له حرمة في البيت الحرام وكان الرجل يجد فيه قاتل أبيه أو أخيه فلا يتعرض له حتى يخرج من الحرمة وجاء الإسلام ليزيده حرمة وتعظيما وتشريفا وتكريما واتخذوا واجعلوا من مقام إبراهيم مكانا للصلاة ومقام إبراهيم على أرجح الأقوال هو الحجر الذي وقف عليه إبراهيم وهو ابن الكعبة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف بالبيت سبعة أشواط تقدم إلى مقام إبراهيم وقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فجعل صلى الله عليه وسلم المقام بينه وبين البيت وصلى رقعتاء الطواف يقرأ في الرقعة الأولى سورة الكافرون وفي الرقعة الثانية سورة الإخلاص وأوحينا إلى إبراهيم وابنه إسماعيل عليهم السلام وأمرناهما أن تطهر بيتية من كل رجس أو دنس مادي أو معنوي فلا يكفي أن تطهر بيتية من الأقضار والنجاسات والدنس ولكن أيضا فلتطهروه من الشرك والريب والكفر والضلال فيكون مهيئا للطائفين حول الكعبة وللمعتكفين المقيمين في المسجد الحرام والمصلين ترك الله عز وجل في البيت الحرام شاهدا ودليلا على إمامة إبراهيم وهو مقام إبراهيم ألا يقل مقام إبراهيم عن الحجر الأسود في المكانة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الركن والمقام يقوتتان من الجنة طمس الله تعالى نورهما ولو لم يطمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذ جعلنا البيت أي بيت وفي الأرض ملايين البيوت إنه بيت الله الحرام فحين نقول أنني زرت البيت ينصرف الذهن مباشرة إلى بيت الله الحرام زي ما تقول حضرتك أنا رحت المدينة فينصرف الذهن مباشرة إلى المدينة المنورة وده بنسميه في اللغة العربية علم بالغلبة وأصل البيت من البيت تتي أو المبيت وهو المكان الذي يبيت فيه الإنسان ولا يبيت الإنسان إلا في مكان آمن مريح للنفس والبدن ولما أسكن إبراهيم زوجته هاجر وابنه إسماعيل بمكة المكرمة قبل أن تعمر توجه إلى الله عز وجل وقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليخيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون مثابة يعني مرجعا ومن أقوال العرب ثاب الرجل إلى رجده يعني رجع إلى عقله وصوابه فيأتي الناس إليه دائما ثم يذهبون إلى أوطانهم ثم يتحركون شوقا للعودة إليه مرة أخرى ومن لا يستطع التوجه إلى بيت الله الحرام بالحج والعمرة يتوجه إليه بالقلب والفؤاد كل يوم خمس مرات ومعنى مثابة أيضا مكان للثواب العظيم يتضع فيه الثواب أضعافا عظيمة وإحنا كلنا عارفين قدر الصلاة في مسجد الله الحرام تعادل مئة ألف صلاة فيما سواه واحد ممكن يسأل كيف يكون بيت الله الحرام أمنى وقد تعرض في أزمنة مختلفة للعديد من الهجمات فحاصر الحجاج بن يوسف عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أرضاه في مكة وضرب الكعبة المشرفة بالمنجنيق وهدمها وفي سنة 317 هجريا وفي موسم الحج أغار القرامطة على بيت الله الحرام وقتلوا ما يقارب من ثلاثين ألفا من الحجيج وأهل مكة وسرقوا الحجر الأسود وغيبوه 22 سنة ثم ردوه مرة أخرى فأمنا في هذه الآية ليس على سبيل الإخبار ولكن الله عز وجل يأمرنا بأن نؤمن من يدخل بيت الله الحرام قدر استطاعتنا وجعل الله عز وجل البيت الحرام أمنا شرعا وقدرا شرعا بالتشريع وقدرا كما فعل مع أبرها الحبشية وسبحان الله من شرفه الله بزيارة الكعبة المشرفة نسى همومة وارتاح وشعر بالأمن وراحة البال وكان يكفي إبراهيم عليه السلام أن يرفع القواعد من البيت قدر طول قامته ولكنه أتى بحجر المقام وسبحان الله زاد في الارتفاع وصار لحجر المقام شأنا بين جميع الأحجار وصار مقام إبراهيم للموحدين مصلى إلى قيام الساعة وكأن الله عز وجل يأمرنا أن لا نقف عند حدود التكليف بل نرتقي ونتنافس وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وإضافة المقام إلى سيدنا إبراهيم عليه السلام من باب تشريف سيدنا إبراهيم عليه السلام وجعل مقام إبراهيم مصلى هو أحد الموافقات العمرية لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه وافقت ربي في ثلاث فقلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه ليس موصولا بالوحي ولكنه صاحب فطرة سليمة وصحيحة تتجه بذاتها إلى حكم الله سبحانه وتعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ونجد أن كلمة مصلى لم تتكرر مرة أخرى في القرآن الكريم وهناك قراءتان للآية الكريمة واتخذوا على سبيل الأمر واتخذوا على سبيل الإخبار وقام الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فور فتح مكة بإعادة تطهير البيت الحرام من الأوثان والأصنام وقسرها وحطمها هل هناك حكمة في الآية الكريمة بالترتيب للطائفين أولا ثم العاكفين ثانيا ثم الركع السجود ثالثا قال ابن الباز رحمه الله بدأ بالطائفين لأنه لا يكون الطواف إلا في مسجد الله الحرام ثم بالعاكفين والذي لا يكون إلا في المساجد ثم نهى بالمصلين والركع السجود لأن الصلاة تكون في جميع الأرض فبدأ بالأخص ثم الأعم فالأعم جزاكم الله خيرا